اهلا بكم من جديد اختيرت مملكة البحرين لتكون في صدارة دول العالم التي ستختبر عمليا ارشادات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام والتي اقرها مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي وذلك وفق اعلان مشترك صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس التنمية الاقتصادية الذي سيعمل عن كثب مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية تأتي اهمية هذه الخطوة الدولية من كونها الاولى على مستوى العالم للمبادرة لاختبار ارشادات الذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي خاصة ان المؤسسات الحكومية حول العالم تدركوا الاهمية الهائلة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحسين سير العمل وتطوير عملية التحول في خدماتها الا انها كانت تتردد في اعتمادها بسبب نقص المعرفة الضرورية لتطبيقها بالشكل الامثل اصدر مصرف البحرين المركزي النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي لشهر مايو 2019 وكشفت البيانات الخاصة عن تحسن المؤشرات النقدية والمصرفية بشكل عام حيث ارتفعت السيولة النقدية بشكل ملحوظ وبلغت 13.4 مليار دينار في نهاية شهر مايو من عام 2019 مقابل 12.5 مليار دينار في نهاية شهر مايو من العام المنصرم كما انحفظ اجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام في نهاية شهر مايو الماضي حيث بلغ 11.293 مليون دينار مقارنة بإجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام في شهر مايو من العام المنصرم الذي بلغ 11.501 مليون دينار وتشدر الإشارة إلى أن نسبة إجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام من إجمالي الناتج المحلي استقرت عند 80.7% مع نهاية الربع الأول من عام 2019 والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية نترككم مع مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة 0.54% مقفلا عند مستوى 1498 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 7.842.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 2.188.000 دينار تم تنفيذها من خلال 117 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8.831 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبة 0.38% أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4.989 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.21% أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2666 نقطة بالخفاض بلغت نسبة 0.48% وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية السابق اتفاقية تمديد شراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول وذلك بعد شراكة ناجحة استمرت لسنوات طويلة وتشمل الاتفاقية التي مددت 20 عاما جديدة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بالمضي قدما فيها زيادة حصة سابق إلى 75% في شركة الرازي وانخفاض حصة الشركة اليابانية إلى 25% فقط وبموجب هذه الاتفاقية تكون سابق مالكة بالشراكة للتقنية الجديدة في المصنع الجديد لإنتاج الميثانول ويحق لها بكامل الحرية استخدام تلك التقنية في الفرص الاستثمارية الواعدة للشركة سواء داخل المملكة أو خارجها وقع ممثلو الدول المصدرة للنفط أوبك ميثاق تعاونا جديدا مع كبار المنتجين الآخرين ومن بينهم روسيا يهدف إلى إقامة تعاون دائم لا بد منه في مواجهة طفرة العرض الأمريكي للخام وتعد الاتفاقية الجديدة بين أوبك وشركائها فيما يعرف باسم أوبك بلاس دليلا على الجهود التي تبدلها المنظمة للحفاظ على مكانتها في السوق التي تشهد تحولات بسبب زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي وقال وزير الطاقة الروسي أليكسندر نوفك إن جميع وزراء أوبك وافقوا على تمديد الاتفاق على خفض الإنتاج بعد اتفاق روسيا والسعودية على هذه التخفيضات وذلك خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا نهاية الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يوافق اجتماع أوبك بلاس كذلك على الحدي من سقف الإنتاج لدى الدول الأربع والعشرين ومن بينها كذلك كازاخستان وماليزيا والمكسيك النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل سامسونج انتهت من عملية إعادة تصميم هاتفها الجديد جالكسي فولد وذلك بعد عيوب في الشاشة قرر الاتحاد الأوروبي تسمية رئيسة صندوق النقد الدولي الفرنسية كريستين لاغارد رئيسة للبنك المركزي الأوروبي وبدأت لاغارد مشوارها بالعمل محامية متخصصة في الأعمال حيث صعدت لاغارد خلال عشر سنوات لقمة عالم المال وتدرجت في مناصب مختلفة وكانت أول امرأة تتقلد منصب وزير الشؤون الاقتصادية في مجموعة الثمانية سنة 2007 أما في 2009 فاحتلت المرتبة السابعة عشر بقائمة فوربس للنساء الأكثر نفوذا وهي اليوم أقوى فرنسية بالعالم هذا وقد صدر اليوم بيان عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أعقاب ترشيح السيدة كريستين لاغارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي أعرب فيه عن قبوله قرار لاغارد بالتنحي مؤقتا عن مسؤولياتها في الصندوق خلال فترة هذا الترشيح ليتولى السيد ديفيد لبتون النائب الأول للمدير العام منصب مدير عام الصندوق بالنيابة صدق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الإكواز على إيكو كاسم للعملة الموحدة التي يأملون إنشائها بدءا من عام 2020 وجاءت المصادقة خلال الإعلان الختامي للقمة الخامسة والخمسين لرؤساء دول وحكومات المجموعة والتي انعقدت بالعاصمة النيجيرية أبوجا وتبحث الإيكواز منذ ثلاثة عقود وضع عملة موحدة تكون مشتركة بين الدول الأعضاء فيها والبالغ عددها 15 دولة وقال موقع وكالة بلومبرغ إن العملة الجديدة ستصدر ابتداء من يناير المقبل مضيفا أنها ستعتمد على نظام سعر صرف مرن والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية موسيقى موسيقى كشفت تقارير صحفية أن شركة سامسونج انتهت من عملية إعادة تصميم هاتفها الجديد جالكسي فولد وذلك بعد عيوب في شاشة الهاتف تسببت في تأخير عملية إصداره وذكر أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة بلومبرغ أن أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية دخلت الآن المراحل النهائية في إنتاج النوع التجاري لكن لا يمكنها حتى الآن تحديد موعد بدء المبيعات كما أعادت سامسونج إعادة تصميم المفصل ودفعته قليلا إلى أعلى من جهة الشاشة للمساهمة في تمديد الفيلم بشكل أكبر حينما يتم فتح الهاتف هذا وكانت شركة سامسونج منحت عينات من هاتفها الجديد القابل للطي إلى مستخدمين لتقييمه قبل عرضه في المتاجر للبيع في شهر أبرل ووجدوا به عيب في الشاشة يتسبب في انقطاع الاتصال